سلال سيكمل المهمة ويشكل الحكومة الجديدة هذا ما أجمع عليه أغلب قادة أحزاب الموالات وعلى رأسهم الأمين العام لحزب الأغلبية البرلمانية جمال ألد عباس تصريحات أظهر تعيين عبد المجيد تبون في منصب الوزير الأول أنها لم تكن مستندة إلى معلومات أو مستقات من استشارة الرئاسة للأغلبية البرلمانية مثل ما ينص الدستور وإنما نتيجة قراءة لمهمة المشاورات التي أوكلت لسلال مباشرة بعد موعد الرابع ماي وهو ما يطرح سؤالا ملحا حول تفسيرات التخلي عن سلال خلافا لكل القراءات هل هو عقاب نتيجة إخفاق أم تحضير لأدوار أكبر المؤشرة التي كان يمنحها عبد المجيد تبون منذ مدة بخرجاته وتصريحاته كانت توحي بأن الرجل يمارس مهاما تتجاوز صلاحية وزير السكن وهو ما دفع البعض للحديث عن رحيل سلال واستبداله بتبون لاعتبارات عدة أمها اقتصادية خاصة ما تعلق بتحدي إنجاح البديل الاقتصادي الجديد الذي يقول الكثيرون إن سلال لم يستطع إظهار معالمه حتى اللحظة إضافة إلى الرغبة في ضخي دماء جديدة تتسق مع مسعى التوافق المشهود من قبل السلطة رأي آخر يقول أن تولي سلال لمشاورات الحكومة له دلالة على أن الرجل يحضر لدول أكبر متعلقا أساسا بموعد 2019 رأي تسنده الضبابية التي تكتنف المشهد السياسي فيما يخص ملف خليفة الرئيس عبد عزيز بوتفريقة الذي لم يظهر لحد اللحظة حتى وإن كان البعض يربط هذه الضبابية برغبة الرئيس في عهدت أخرى لكن الظاهر أن لا أحد من أبناء النظام النشطين على الساحة يشكل مرشح إجماع لدى الجهات التقليدية المتدخلة في شأن رئيسي باستثناء سلال الذي يعتبر الخيار الآمن لدى هذه الجهات سؤال يبقى للأيام القادمة حق الرد عليه